بسم الله الرحمن الرحيم ثلاث ملفات كلها خير وبشاير وبهجة بمعنى الكلمة الرئيس وعد يوم لاتنين انه مفيش كهربا هتزيد الفترة دية فيش اعباء زيادة مفيش كهربا ولا فواتير كهربا زيادة كله كان منتظر ومن كام يوم بدأت بعض وسائل الاعلام بعض الناس يرددوا الحق هزودوا عليكم الكهربا اعتبارا من واحد يقولوا الحق الكهربا هتزيد هو احنا ايه تاني وهنوعد نتبع بقى في الكهربا ماليته عملين عملته محطاته عملته وفي الاخر وانتاج وفي الاخر تقعد دفعونا فواتير كهربا كتيرة فطلع الرئيس يوم لاتنين كنا مع سيادتي في مدينة السادات مش هنزود اجلنا الشريحة التقل المرحلة التالتة رئيس الوزراء اليوم اعلن بشكل واضح مفيش اسعار هتزيد لمدة ست شهور من هئم يعني من سبعة لحد نهيد هذا العام لا زيادة في اسعار الكهرباء حذاك تقعد كده تطمن كهربا دي مش هتزيد تاني اللي هو هتدفعه النهاردة هتدفعه معك لحد شهر 12 الجاي اذا ده اجراء مفيش دولة عملت كده بس لان الدولة بتراعي الناس والدولة همها كله حتى المنتدى النهاردة بتاع الغاز ولقاء الرئيس مع ارسيلة فيندرلاين رئيس المفاوضية للتحاد الأوروبي كله عشان الناس العالم كله النهاردة جاي لك كله كله بيدور عليك فحضرتك ممكن تسراح شوية وتهدى شوية الرئيس الوزراء النهاردة شرح امور كثيرة جدا هتكلم عليها اسعار الزيت اللي كان الطن بسبعمائة وخمسين دولار بقى النهاردة بألف سبعمائة وخمسين دولار يعني زاد الف دولار يعني ازاز الزيت اللي كان مفترض توصل 38 جنيه ان هي بتتباع النهاردة ب23 جنيه من 17 بقى 23 بدلا من 38 جنيه اذا الدولة بتتحمل هذه الفاتورة الهائلة السلار من 2019 ما تحركش ثلاثة ساغ ومش هيتحرك لانه الدولة بتتكلم على دعم لانه السلار لو تحرك كل حاجة البطيخ هيزيد والعيش هيزيء يعني وبالتالي واي نقل يزيد مش عايزين نزود حاجة فالدولة في حدود المتاح في حدود المتاح بتحاول يعني ايه يعني شحز الهمم واطبطب واحتضن الناس واقولي الناس بقدر الامكان بحاوله مش عايزة ازود حاجة ولا بمزاج الدولة تزود يعني الدولة لو عايزة يعني بقدر الامكان بتحاول تخفف عن الناس الغاز ثم الغاز ثم الغاز بلدكو بلد كبيرة قوي ما كناش ابدا حد فينا يتوقع اللي قاله الرئيس في الفين وتمنتاشر في الفين وتمنتاشر سيد الرئيس تحدث بشكل واضح باللغة يعني اللي كلنا سجلنا قول اللي בכاندى